الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن ولاه قال الإمام الترميذي رحمه الله أبواب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ومن سورة القصص قال المصنف رحمه الله حدث سورة قصص انت نايم انت ما كنتش معنا أمس ولا ايش كنت موجود انت اين منها هو هو اعتقد هو انت اين منها لا مش هو باب ومن سورة العنكبوت قال المصنف رحمه الله حدثنا محمد بن بشار بندار محمد بن بن سنة العنزي قرناه تمات في عام واحد وأكثر الشيخهم يشتركون فيها وهما شيخان لأصحاب الكتب الست ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر وهو أصح الناس كتابا في شعبة قال حدثنا شعبة أمير الممين في الحديث قال عن سماك بن حرب منطار بالحديث في عكريمة وقد يضبط في غيري روى له مسلم وصحاب السنان الأربع قال سمعت مصعب بن سعد مصعب بن سعد وهو من ثقات تبعين وكما قلنا كان شيخ عمد شاكر يقول يعني السياسة لا تسقط الرواية يحدث عن أبيه سعد رضي الله عنه نبي وقاص رضي الله عن أرضاه وخال النبي من الرعا وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا خالي فليريني أحدكم من خاله قال أنزلت في أربع آيات فذكر قصة فقالت أم سعد أليس قد أمر الله بالبر والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أموت أو تكفر قال فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها فنزلت هذه الآية ووصينا الإنسان بوالديه حسنا قال المصنف رحمه الله هذا حديث حسن صحيح طبعا هنا هذه المسألة في مسألة البر بالوالدين وأن أفضل الطاعات على الإطلاق سورة العين كبوت أفضل الطاعات على إطلاق بر الوالدين لا سيما أن الله الرعالة قد قرن بر الوالدين بالتوحيد وهو أعظم مطلوب قال الله تعالى وقدر ربك ألا تعبدوا الله يه وبالوالدين إحسانا وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما سعده الرجل قال من أحق الناس بصحابتي قال أمك 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 ثلاثة أمك ثم أمك ثم أمك قال ثم أبوك أو قال ثم أبوك الغرض المقصود كأن بر الوالدين من أفضل الطاعات والجنة تحت أقدام الأمهات بل والوالد بأواسط الجنة وثلاثة تردد دعواهم منهم دعوة الوالد على ولدي أو لولدي فأفضل الطاعات على الإطلاق صرة الأرحاب قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل جنة قاطع رحم لما جاء الرجل الشاب يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم الشهادة وفضل الشهادة وفضل نصرة الدين فسأله قال أحي أبوك والدك قال نعم وفي الرواية الأخرى قال تركتهم أبكيان قال أرجع فأضحكهما كما أبكيتهم قال أرجع فأضحكهما كما أبكيتهم الغرض المقصود بأن بر الوالدين من أفضل الطاعات والله يحب ذلك من العباد لا سيما أن هذا بأمر من رب الأرض والسماوات وقضى ربك أن لا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا هنا قال الله للفعلاء ووصينا الإنسان بوالديه حسنى ووصينا الإنسان بوالديه حسنى على العموم على العموم وكان سعد بن أبي وقاص من أعظم الناس برنب أمه انظر هنا للتأويل لأن الله قال وإن جاهداك لتشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وما قال أفسد ما بينك أبينهم قال وصاحبهما في الدنيا معروفة وسعد كان من أبر الناس بأمه فلما أسلم قامت أم سعد وقالت أليس الله كما تزعمون أليس الله يأمر بالبر والله لا أطعم طعاما لا أشرب شرابا حتى أموت في رواية غير هذه الرواية كان يقول له والله لو لك مئة نفس ما رجعت عن ديني وثبت على ما هو عليه ولذلك عمل بقول الله وإن جاهداك لتشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما فكانوا شجر فاها يعني أخذوا شجرة عود شجرة وضعوه وشف التمساح عندما تفعل فاها وتريد أن تثبت ماذا تفعل تجعل عود هذا بين الشفى العليا والسفلة من أجل أن يبقى فاغرا ويضع فيه فكانوا يفعلون ذلك ليطعموها لأنها شرفت على الموت وهو قد قام وقد قال له لو لك مئة نفس ما رجعت عن ديني لذلك أنزل الله وإن جاهداك لتشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف انظر إلى هذه الشريعة الغراء مع كفرهما مع أنهما يدعوانه إلى الكفر قال لا تطع لا تسمع ولا تطع لا تطع لهما ولكن صاحبهما في الدنيا معروف فكان التفسير في ذلك هو الوصية بالإحسان إلى الأبوين فهما سبب الحياة والودود فلابد من الإحسان إليهما وهي من أفضل الطاعات فإن لم يفعل فإن العقوبة وخيمة لا يدخل الجنة قاطع لا يدخل الجنة قاطع ولذلك لما مر الرجل على ابن عمر يحمل أمه ويطوف بها سبعة أشوات فقال له يا ابن عمر أرأيتني قد وفيتها حقها قال ولا بظفرة من ظفرتها فقط الحمل وألام الحمل والوضع والعناية هذا أمر جلل لذلك بروا يدين من أفضل الطاعات لكن إذا أمر بالشرك بالله هنا قضية الكون الكبرى تأتي لتفصل فإن الله قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن نعبدوا الله واجتنبوا الطاووت وما أمروا إلا ليعبدوا الله وحده إلا ليعبدوا الله ومخلصين له الدين وقد أوحى الله إلى نبيه وعلى جميع الأنبياء إلى أنهم ما بعثوا إلا لتحقيق كلمة التوحيد ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد والتوحيد دينهم واحد وشرائعهم شتى ووصينا الإنسان بولديه حسن وإلى أن قال وإن جهدك بالشرك بي ما ليس ركبي فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة الفوائد فضل سعد رضي الله عنه صبر معناه وكان أبر الناس بأمي وفيها وفيها فضل الأغذ بالعزيمة الفائدة الثانية فضل الأغذ بالعزيمة أن سعد نبي وقاص شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا خالي ليريني أحدكم من خاله ولذلك فداء النبي صلى الله عليه وسلم قال ارمي ارمي سعدي في ذاك أبي وأمي وبلال بلال أخذ بالعزيمة فكان مرتقيا وجوب الإحسان للوالدين ولو كان أكثر أهل الأرض ولو كان أكثر أهل الأرض الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله يقول هل يوجد إجماع اليوم على حرمة التدخين وهل يعد هذا إجماعا صحيحا وما حكم الخروج عنه عملا بقول أحد من المتقدمين وجزاكم الله خيره حق أنه قد ورد الخلاف في الدخين فإذا ورد الخلاف فلا يصح الإجماع بعد أصوليا بعضهم قال لا يصح وبعضهم قال لي صح الإجماع إذا أجمعوا على قول من القولين صح ذلك وصح الأغذبه والمسألة في ذلك واسعة وإن كنت أعدين الله بأنه لا يصح الإجماع مع الخلاف يقول صلاة من ظهرت من ظهر ظهره فأخبره وهو لا يعلم الحكم فأخبره أخ بعد الصلاة هل عليه الإعادة؟ عليه الإعادة لو أخبره في الصلاة فغطى المكان والمحل صحة صلاته وقبل وقبل